التنظيم والتكاثر جهاز الغدد الصماء والتكاثر وضائف جهاز الغدد الصماء يقوم جهاز الغدد الصماء بالسيطرة على باقي أجهزة الجسم ويفعل ذلك عن طريق مواد كيميائية يفرزها في الدم فتؤثر في أنسجة محددة والغدد الصماء عبارة عن أجهزة متخصصة تفرز كما قلنا مواد كيميائية هذه المواد الكيميائية تسمى هرمونات والغدد الصماء تفرز هذه المواد الكيميائية مباشرة في الدم ثم تنتقل هذه المواد الكيميائية عن طريق الدم حتى تصل إلى النسيج الهدف وقد يكون هذا النسيج بعيدا عن أماكن الغدد الصماء وما هي وظائف الغدد؟ تقوم الغدد بعدة وظائف في الجسم منها تنظيم البيئة الداخلية للجسم والتكيف مع حالات الضغط النفسي وتحفيز النمو وغيرها من الوظائف نظام التغذية الراجعة السلبي للتحكم في كمية الهرمونات ترسل الغدد الصماء المواد الكيميائية في حلقة مغلقة ووجود الهرمونات في هذه الحلقة المغلقة يشبه عمل منظم الحرارة حيث يقيص مستوى الهرمونات دائما في الدم حتى يتحكم في إفراز هذه الهرمونات تكاثر وجهاز الغدد الصماء الجهاز التناسلي اختلف بين الذكر والأنثى فلذكر هرمون جنسي يسمى تيستوستيرون والهرمون الجنسي للأنثى البروجسترون والإستروجين هذا الهرمون عند الذكور هو المسؤول عن صفات الذكر مثل نمو شعر الوجه وهذه الهرمونات عند الأنثى مسؤولة عن صفات الأنثى مثل نمو الثدي كما تعمل الغد النخامية دور كبير في انضاج البويضات لدى الأنثى والحيوانات المنوية لدى الذكر الجهاز التناسلي الذكري يتكون الجهاز التناسلي الذكري من أعضاء خارجية وأعضاء داخلية الأعضاء الخارجية هي القضيب والصفن وكيس الصفن يحتوي على الخصيتين والخصيتين هما اللتاني ينتجان الحيوانات المنوية والحيوان المنوية يتكون من رأس وذيل الرأس هو الذي يحتوي المادة الوراثية والذيل يساعد الحيوان المنوية على الحرك والحيوانات المنوية تخرج من الجسم في صورة سائل منوي الجهاز التناسلي الأنثوي معظم أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي داخلية حيث يوجد المبيضان في الجزء السفلي من تجويف البطن والمبيضان يفرزان البويضات وهي الخلية التناسلية الأنثوية وينتج جسم الأنثى بيضة واحدة في الشهر ومن أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي قناة فالوب وهي التي يحدث فيها التخصيب والتخصيب هو دخول حيوان منوي في البويضة وبعد التخصيب تذهب البويضة إلى الرحم حيث تتطور فيه البويضة المخصفة دورة الحيض أهمية دورة الحيض أنها تهيئ جسم الأنثى لاستقبال الجنين وتبلغ مدة دورة الحيض 28 يوماً وتسيطر الغدد السماء على عملية دورة الحيض فالغدة النخامية تستجيب لموات كيميائية ترسلها منطقة تحت المهاد فتفرز هرمونات تحفز عملية انضاج البويضة في المبيض كما تحفز انتاج هرموني الاستروجين والبروجسترون في المبيض ونتيجة الاتفاعل هذه الهرمونات جميعها تنتج التغييرات الطبيعية في دورة الحيض ولدورة الحيض ثلاثة أطوار في الطور الأول الطور الأول يسمى الحيط وفيه يتدفق الدم الذي سبب زيادة سمك بطانة الرحم يستمر هذا الطور ستة أيام الطور الثاني وهذه الهرمونات تسبب زيادة سمك الرحم وفي هذا الطور أيضاً تحدث الإباضة والإباضة تحدث في اليوم الرابع عشر من الدورة وفي الطور الثالث تستمر زيادة سمك الرحم فإذا كانت هناك بويضة ملقحة فإنها تصل إلى الرحم والرحم سيكون جاهزاً لاستقبالها أما إذا لم تلقح البويضة تتحطم بطانة الرحم ومع تحطم بطانة الرحم يحدث الحيض مرة أخرى وتتكرر الدورة مرة ثانية سن اليأس تبدأ دورة الحيض عند معظم الإناث من سن تسعة إلى ثلاثة عشر عاماً وتستمر حتى سن من خمسين وأربعين إلى ستين عاماً ثم تقل تدريجياً مع تناقص إفراز الهرمونات الجنسية من المبيض إلى أن يتوقف الإنتاج نهائياً وعندما تتوقف عملية الإباضة عندها تصل المرأة إلى سن اليأس الزواج الزواج سنة اجتماعية وهو من أعظم العلاقات التي أكد عليها الإسلام ورغبة فيها واعتراب تفاصيل الزواج وأحكامه وآدابه وحقوق الزوجين والأطفال برنامج الزواج الصحي تبنت وزارة الصحة برنامج وطني يسمى برنامج الزواج الصحي وهو يعتني بفحص المقبلين على الزواج وذلك لمعرفة وجود الإصلاب لبعض أمراض الدم الوراثية التي تنتقل من الأبوين إلى الأبناء وراثياً مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا وبعض الأمراض المعدية التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بطرق مختلفة مثل الاتصال الجنسي من هذه الأمراض الالتهاب الكبد الفيروسي ومرض الأيدز وذلك بغرض إيطاء المشهور الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء ولكن علينا مشكلة آخر Mike لا تadora Move لَّا نحنا خطئ إن꿈ة مختلفة hablar قيامت حانية وضى ترجمةہ القمو